السلام عليكم وعلى القاعدة أساسية ومهمة جداً بالنسبة لجميع الدراجين في أي حصة دريبية ديالها مهما كانت المدة ديالها أو المسافة ديالها أو النوع ديالها أو المضمون ديالها دائماً الحصة الدريبية نبدأها بإيقاع باطئ ونكملها بإيقاع باطئ يعني بوحد شدة قليلة ونكملها بشدة قليلة إلاجنا نتمدل الدقة ديال القلب دائماً نبدأ بوحد دقة ديال القلب اللي يكون نقص مثلا انه ادابوا احد ال 50% او 55% وانطلع فيهم غيب شوية وفي النهاية ديال الحصة الدريبية نفيش شيء انهوز الدقة ديال القلب ديال غيب شوية والاخطاء الشائعة اللي يديروها مجموعة ديال الدراجين انهو كما نقولوها في الحصة الدريبية من اللي يجي وداخلين هذا كالتالي راهم الجبيد سبقنين سبقك ومنتمال باب الدار ديريكت كتلقاه يوقف باب دارهم الدقة ديال القلب دياله ووصلنا واحد ال 75% او ال 80% وهذا خطأ فادح خطأ فادح جدا او العكس تلقى من الدبار امركب البلاطو وغادي ابلوك يحطل عنده الجزم ديالنا يبريد تدفرش يبريد تسخينات غيب شوية ومن يكمل عاو التاني يخصنا ندره ما يسمى براتورو غيب شوية لنا نبدأوا ننزله في الدقة ديال القلب ديالنا هذا الشي يحمي القلب ديالنا ويحمي الصحة ديالنا ويزيد حتى في المردودية في المردودية ديال الدراج ويسهل ويسهل العملية ديال الاسترجاع واستيشفه ولا ريكوب براسيو وبتوفيق للجامع ان شاء الله